مختارات من سنن ابن ماجة باب الحلق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين ثلاثة قالوا يا رسول الله والمقصرين قال والمقصرين حدثنا علي بن محمد وأحمد بن أبي الحواري الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يونس بن بوكير حدثنا بن إسحاق حدثنا بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله لما ظاهرت للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة قال إنهم لم يشكوا باب من لبد رأسه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر حدثنا أحمد بن عمر بن السرح المصري أنبأنا عبد الله بن وهب أنبأنا يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا باب الذبح حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منا كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر وكل عرفة موقف وكل المزدلفة موقف باب من قدم نسكا قبل نسك حدثنا علي بن محمد حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من قدم شيئا قبل شيء إلا يلقي بيديه كلتيهما لا حرج حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم منا فيقول لا حرج لا حرج فأتاه رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج قال رميت بعد ما أمسيت قال لا حرج حدثنا علي بن محمد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من ذبح قبل أن يحلق أو حلق قبل أن يذبح قال لا حرج حدثنا هارون بن سعيد المصري حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني أسامة بن زيد حدثني عطاء بن أبي رباح أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا يوم النحر للناس فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج ثم جاءه آخر فقال يا رسول الله إني نحرت قبل أن أرمي قال لا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم قبل شيء إلا قال لا حرج باب رمي الجمار أيام التشريق حدثنا حرملة بن يحيى المصري حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس باب الخطبة يوم النحر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمر بن الأحوص عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع يا أيها الناس ألا أي يوم أحرم ثلاث مرات قالوا يوم الحج الأكبر قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا لا يجني جان إلا على نفسه ولا يجني والد على ولده ولا مولود على والده ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها ألا وكل دم من دماء الجاهلية موضوع وأول ما أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ألا يا أمتاه هل بلغت ثلاث مرات قالوا نعم قال اللهم اشهد ثلاث مرات حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منا فقال نظر الله امرأا سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا